أهلا بكم تبدل مصر الجهود كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان بما يحقق مصالح الشعبين المصري وسودانية خاصة وأن السودان يعتبر امتدادا طبعيا لمصر فالعلاقات بينهما أزلية وتاريخية منذ اندلاع الأزمة السودانية في الخامس عشر من أبريل الماضي سخرت مصر كافة مؤسستها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة له الرئيس عبد الفتاح السيسي سارع إلى التأكيد على ضرورة نزع فتيل الأزمة وأجرى اتصالاته مع كافة الأطراف السودانية والأفريقية والعربية والدولية وكذلك تحركات وزارتاء الخارجية والهجرة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى لمعالجة الأزمة وتابعتها على الجلية المصرية في السودان وتشجيعا منها على وقد الصراع وإنهائه كانت مصر في مايو الماضي من أوائل المرحبين بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع الدور المصري في الأزمة السودانية حظية بإشادات دولية بلغة حيث قدمت العديد من البلدان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة الشكر لمصر على مساهمتها في إعادة مواطنيها واستقبالها عشرات الألاف من الرعاية والمواطنين السودانيين الوفدين عبر الحدود ومنذ انتلاع أحداث ديسمبر عام 2018 في السودان أكدت مصر مرارا على احترام خيارات الشعب السوداني فقد أظهرت مصر دعم الكامل للحكومة السودانية الجديدة في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني ومع استمرار الأزمة السياسية حرصت مصر على نقل خبراتها إلى السودان فيما يخص إدارة المرحلة الانتقالية كانت مصر حاضرة في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية وقد بدرت مصر باستضافة قمة تشاورية للشراكاء الإقليميين للسودان في الثالث والعشرين من أبريل عام 2019 بهدف رأب الصدع وحل حالة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيها المدني والعسكرية واستضافة القاهرة أيضا في العاشر من أغسطس عام 2019 اجتماعا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانيين وشاركت مصر في التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة وفي السابع عشر من أغسطس عام 2019 وفي مارس 2022 نظمت الفصائل الاتحادية السودانية بالقاهرة فعليات إعلان الوحدة الاتحادية التنسقية شغل ملف السلام والاستقرار قلب الاهتمام المصري وأصفر عن اتفاق بتشكيل قوات مشتركة تحت اسم القوى الوطنية المستدامة للسلام في ضرفور وشاركت مصر في أغسطس عام 2020 كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام ولا يزال هناك الكثير من مجالات التعاون التي جمعت بين البلدين الشقيقين فعلى المستوى السياسي أكدت مصر دائما على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان باعتبارها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على المستويات كافة وهو ما تؤكده الزيارات المتبادلة الكثيرة بين البلدين التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 بزيارة إلى السودان ضمن جولة شاملة ثلاث دول أما على الصعيد الاقتصادي فشهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسة خاصة أن كل من مصر والسودان يسعيان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات وعلى صعيد التعاون العسكري تشهد العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين قوات المسلحة المصرية والسودانية والتعرف على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب إذن ما يجمع بين مصر والسودان هو علاقات استراتيجية بلغة الأهمية للبلدين وستأكيد دائما على علاقات الأخوة والتضامن من أجل مستقبل شعبي ودنيل والقارة الأفريقية بأكملها